في مدينة أورلاندو التي تقع في ولاية فلوريدا الأمريكية تم إيقاف سيدة أمريكية سمراء من قبل الشرطة بدون أي سبب غالبا في أمريكا يتعرض ذوي البشر السمراء الأفارق الأمريكان للمضايقة من قبل رجال الأمن بدون أي سبب ولكن هذه المرة أوقفت الشرطة سيدة سمراء ذات منصب عالي جدا في الحكومة الأمريكية السيدة السمراء هي أراميس أيالا وهي المدعي العام لولاية فلوريدا هي أول أفريقية أمريكية تتولى منصب المدعي العام لولاية فلوريدا وعندما علم الشرطي بذلك تغير نوبة صوته وقر إنهاء الأمر والانسحاب سريعا حسنا جريج حقا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر